مساهمة من قبل أحد أعضاء المكتب السياسي للحركة الوطنية للإنقاذ جاءت هذه المبادرة التي تخدم سكان بعض قرى ومدن ولاية البحيرة والتي تضم كل من كنغلوم وقبوة وباقسلة وتعد هذه المبادرة عبارة عن إنشاء ممر مائي من أجل تنقل المواطنين بين القرى والمدن في المنطقة من جهته صاحب المبادرة الحاج أبد الله رئيس مكتب الدعم والمساندة للحركة الوطنية للإنقاذ المسمى بمشير شاد إدريس ديبي إتنو بإنشاء الممر المائي أوضح بأنه يهدف إلى المساهمة في تخفيف المعاناة عن المواطنين ونقل بضائعهم كما قدم بعض الضباط الشكر إلى صاحب المبادرة الحاج أبد الله وأن هذه الممر يساهم بشكل فعال في تنقل المواطنين أما مسؤول الكتبة العسكرية أشاد بإنشاء هذا الممر لأجل المواطنين صوت علما بأن هذه المبادرة تساهم في تخفيف بعض معاناة المواطنين اشتركوا في القناة